نتكلم طبعاً لو تكلمنا بقى على الهلالة كابتن إسلام وكابتن كريم بما أننا مباراة القادمة مع النادي الأهلي طبعاً الشرط الأول الهلال كان بيحاول أنه يلعب الهجمات المرتدة يمكن هي الكرة دي زي ما بنقول كده دي تقريباً الكرة الأبرز ليهم في الشرط الأول سلم الدوسر لما بتتوجد له المساحة انطلق هنا مفروض الهجمة دي هو ضم قصر شوية وراح شايت الكرة بشكل مباشر وهو من اللعبة المميزة جداً في التزديد من خارج منطقة الجزاء وأعتقد لازم يكون لعبت النادي الأهلي مركزين جداً في حتة إزاي يضغطوا على لعبة الهلال لأن هم عندهم لعبة عندها مهارات التزديد زي سلم الدوسر وكمان بيريرا بيشوت برجله لشمال كور يعني خطيرة جداً فإن شاء الله يعني الشكل ده ما نشوفوش في مباراة النادي الأهلي لأنه سلم الدوسر مميز جداً جداً في الأمر ده الهجمة التانية بقى في الشوت التاني احنا بنتكلم أن الهلال كان هو سلم الدوسر افضل العيب في آسيا بالضبط لا لا لعب مميز جداً في التزديدات رهيب يعني الشوت التاني زي ما نشوف أن الهلال كان أبرز في الناحية الهجومية هنا اللعيب بيريرا البرازيلي ده لعيب محوري جداً في طريقتهم ده لما بيبقى موجود في الناحية الشمال مع الشهراني وبيميل عليه سلم الدوسري دي بتبقى الجابها النارية وتقريباً هم أغلب هجماتهم بتبقى الناحية دي لما يحبوا ينقلوا على الناحية اليمين لازم هتلاقيه هو بيريرا راح برضو ناحية اليمين مع البريك بينطلق وبيقرب له مريجا بحيث يعملوا الشكل الهجومي بتاعهم وهنا بص فيه تلاتة أربع لعيبة من تشيلسي سايبينه خالص وهو براحته هو بص استلم الكرة لعبها لمريجا بالشكل ده لعبها تمريرة بينية ما بين الدفاعات مريجا راح انفراد ولكن حارس تشيلسي التعامل مع الكرة يعني زي ما احنا شاكدين هو وراء الدفاع وهو راح انفراد ولكن حارس تشيلسي هو اللي قدر ان هو يتصدى للكرة ووضعت فرصة هدف على نادي الهلال هنا برضو دي من الهجمات كانت المميزة جدا لفريق الهلال السعودي مريجا انطلق من ناحية اليمين هنا اللاعب رقم 9 ايجاله قدر ان هو يغرب من المدافعين سقط نفسه كده لورا خطوطين ولعب الكرة بشكل وبشر ولكن سوق برضو التوفيق ان هي خبطت في مدافعة شيلسي ولكن الكرة التانية عشان برضو لعبت النادي الاهلي ان شاء الله يبقى الحاجات دي هم مركزين فيها الكرة التانية اللعيب لما كرة اتردت من المدافع الراح عليها وجابها ولعبها تمريرة للمنطلق من الخلف محمد كنو وده برضو من اللعيبة الديفندرات الهيلين جدا في الهلال السعودي وبيشوت بشكل مميز جدا لعبها له وشاطها وحارس تشيلسي طلحها راكلة روكلانية وكانت فرصة عظيمة جدا لنادي الهلال الفريق هجوميا قوي جدا كابتن اسلام لكن عندهم بعض الهفوات الدفاعية لان هم لما بيلعبوا تحت ضغط او لما تقدر تعمل الهجمات من خلف الشهراني من خلف البريك لان هم بيتقدموا كتير ولكن خطورتهم دايما زي منقول لو سبت لهم الكرة بيريرا جوستافو في النص سالم الدوسري ماريجا إيجالو بيبقوا لعيبة صراع جدا في التحولات ومتشون مع الجزيرة الصراحة الأهداف كلها كانت متنوعة ما بين كور متحركة ما بين راكلة روكنية ضرب الجزاء تسديد كل حاجة يعني كل حاجة في اللعب اللي هو اللي احنا بنقول عليه الشامل ولكن عندهم أخطاء دفعية ان شاء الله نقدر نستغلها حقاbone الفرق ما بين شيلسي في الشيط الأول والشيط في الشيط التاني معانا صورة ومعانا أركام علينا راهض حاجة الفيديو ده ده الضغط العالي بتاعت شيلسي في الشيط الأول شيلسي بيضغط على طول بالاربع لعيبة بيلعب دفعه هايلاين دفاع متقدم وتلاقي كيبة بيغطي وراه الدفاع دايما علشان ياخد الكور المرتدة اللي هي اللي راحة ليقى له من هلالي السعودي فده شكل الضغط العالي اللي كان بيعمله شيلسي تشيلسي مميز بالضغط العالي مميز بأنه يعمل دفاع عالي مع مصحوب بالضغط العالي وفي نفس الوقت ما اعتمد على التحولات الهجومية من خلال سرعة التحول من الدفاع للهجوم من خلال الاعتماد على اسلوب اللعب المباشر للكاكو فده اسلوب الشوت الأول تعال نشوف الشوت الثاني ونجاح الهلال السعودي اللي يستحقوا التحية بصراحة في الشوت الثاني على أدائهم بص المنظر ده تشيلسي يا جماعة في وسط ملعبه كله قادي الواحد اتنين ثلاثة أربعة كمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر لعيبة وجوني بقى 11 لعيب في منطقتهم قدام الهلال السعودي بتشيلسي بواقف دفاع منطقة في 17 متر قدام الهلال السعودي في الشوت الثاني وده اللي نجح فيه فرقة الهلال دليل على ايه دليل انها فرقة عندها شخصية زي النادي الاهل مبيرح لما تقدر ان انت تحاول عايز ترجع وعندك الشخصية وقدام فرقة كبيرة وزنيها في وسط ملعبه ده دليل على ان انت فرقة عندك شخصية وفرقة كبيرة